السلام عليكم ورحمة الله وبركاته و اهلا و السلام و السلام عليكم اشتركوا في القناة اليوم بإذن الله تعبير عن وصف مدينة جيجل وصف مدينة سياحية وصف مدينة سياحية سنة رابعة و سنة خمسة يصلح لولا متوسط عن وصف مدينة في الصيف الماضي قمت بزيارة الى مدينة جيجل مع افراد اسردي للاستمتاع بمناظرها الخلابة مقدمة ذكرت او وظفت عنصر الزمان والمكان والشخصيات دي في المقدمة في الصيف الماضي ده زمان زمن وقت قمت بزيارة مدينة جيجل ذكرت اسم المدينة في المقدمة جيجل مع افراد اسردي للشخصيات او افراد الاسراء سبب الزيارة او سبب الرحلة للاستمتاع بمناظر المدينة او الاستمتاع بمناظرها الخلابة والجميلة العرض حوصف وصف مدينة جيجل في المقدمة هنا اترك بيض مسافة كلمة فارغة في العرض هنا اترك بيض مسافة كلمة ايضا او فارغة في الصباح الباكر جهزنا امتعتنا ثم انطلقنا وعندما وصلنا وجدتو الجو معتدلا والمكان في غاية الجمال وكما في فاصلة وكما اعجبت كثيرا بها لانها من المدن الساحلية لفت انتباهي الشواطئ الجميلة برمالها الذهبية تميز تميز هنا برمالها تميز جيجل بالاظفار التاريخية الرائعة التي تبهر الزائرين وكما زرت كورنيش المدينة ومنارة رأس العافية وكهوف العجيبة وغيرها وكما زرت الحضائق هنا وكما ممكن هنا تكرار من منع التكرار نحزفها وممكن نقول ايضا وايضا زرت الحضائق والمحلات التجارية في المساء رجعنا سعداء بعد التقاط الصور التذكرية واللعب ورؤية المناظر التي تصر العين دي كده انتهيت من العرض مرة اخرى نقرأ العرض في الصباح الباكر جاهزنا امتعتنا ثم انطلقنا وعندما وصلنا وجدت الجو معتدلا والمكان في غاية الجمال كما اعجبت كثيرا بها لانها من المدن الساحلية لفت انتباهي الشواطئ الجميلة برمالها الذهبية تميز جيجل بالاظفار التاريخية الرائعة التي تبهر الزائرين كما زرت كورنيش النيل ومنارة رأس العافية وكهوف العجيبة وغيرها وايضا زرت الحضايق المحلات التجارية في المساء رجعنا سعداء بعد التقاط الصور التذكارية واللعب ورؤية المناظر التي تصر العين خاتمة هنا رأيي ولقد تأثرت كثيرا بالضيارة واستفدت كثيرا ولقد تأثرت كثيرا بالضيارة واستفدت كثيرا انصح الجميع بزيارتها والاستمتاع بالسفر انصح الجميع بزيارتها والاستمتاع بالسفر وحقا ما قيلة للصفر سبع فوائد شاهد بتاعنا وحقا ما قيلة للصفر سبع فوائد ولقد تأثرت كثيرا بالزيارة واستفدت كثيرا أنصح الجميع بزيارتها والاستمتاع بالصفر حقا ما قيلة للصفر سبع فوائد موضوع عن وصف مدينة جيجل موجود في قنوات تيوك تعبير كثيرا عن وصف مدينة سياحية وجبلية وصف مدينة مدينة كثيرة أنا ذكرتها في القناة نوجود أيضا وهران إذا كنتم تريدوا مدينة وولاية وهران شكرا جزيلا لحضراتكم لو استفدتم من الفيديو لا تنسوا عاش تعملنا اللايك والاشتراك وكومنت الخناة وإذا كتبتم الموضوع تنسوا تلتزموا بعلامات الترقيم الفاصلات بين الجملة والأخرى فاصلة هذه فاصلة 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 نقطة في نهاية المقدمة نقطة في نهاية العرض ونقطة في نهاية الختمة عند القول نضع النقطتين الشاهد نضعه بين المزدوجين بالوداي نفتحه ونغلقه في النهاية التعبير أو الوضعية تبدأ بوبايات ننتهي بنقطة دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر